طيب اللي اللي دي كلانا أقرب منا بجملتين هم بيلخاصوا المشهد أنا من المدربين اللي يستطيعون أن يعرفوا مصلحة المتخب دون الإضرار بمصالح النادي حسب رؤيتي وحقيقة إن أمكن ده معنى الشق الأولاني الشق الثاني طبعاً في حتة بقى التأكيد على لأد قراري وأنا وحدش يقولي وأنا اللي أقول ماشي عام دعنا ننتظر ونرى المؤكد إن كله في ظهر المنتخب وإحنا قلنا مراراً وتكراراً ما بنتفعش في مقارنة بين المنتخب وأي نادي المقارنة بين الأندية مع بعضها يا جوز لكن إحنا حتى فكرة إن المنتخب أولاً بنقول يا جماعة لما تقول على حد أولاً يعني له ثانياً منتخب مصر أو المنتخب الوطني دي قضية على جنب خالص ماشي المزان ده أو في الوطنية دي اللي ملهاش أمارة غير في اللي قالي في الجزئية دي على فكرة سمعت أكتر من حد بيتكلم في برامج هو الأهلي مش زي يسأل يسأل جهاز المنتخب أنت ريحت أنت ليه ريحت محمد صلاح وألاقي محمد عبدالله متبني الاتجاه ده ليه الأهلي هو يعرف يعرف منيني الحكاية دي يعني يا جماعة وبعدين يسأل ومزعين يتبنوا الكلام محدش بيصلح المعلومة جبته منين إن الأهلي بعت لجهاز المنتخب يقول له أنت ريحت محمد صلاح منين وتعمله جلسة وتعمله صهرة وتعمله قاعدة وتعمله حكاية الأهلي حقه ولا مش من حقه آه مش من حق الأهلي بس الأهلي ما عملش كده أصلا أنتوا اللي من حققوكوا تتعلموا شوية أنتوا اللي من حققوكوا تدققوا في الكلام شوية أنتوا بتقلفوا تصريحات تنسبوها للأهلي وتقعدوا تهجموا الأهلي عليها يا سيد إبراهيم صدقني ده جزء من تخطيط وهم كل واحد فيهم فهم بيعمل إيه هو متوظف يعمل كده ده متوظف يقول كده لأنك لما تحدف كمية من الإفتراءات إنت عترض على إيه ولا عالي في شو جزء منها يظل مهما نفيته يبني صورة زهلية يسيب ديول وراء بعد شوية بصت لها ولا أهلي عايزين ها هذه الفكرة كلها لكن هي الناس دي طب بعد أنت بصت لهاي كل واحد فيهم يعمل كده بسم الله ما شاء الله بالصدفة الشديدة ربنا يرزقه بمنصب ويرزقه بفرقة يعني بينا عايز نشرحها كل واحد ربنا يرزقه فعلا على قد نيته طيب الحقيقة الأهلي مدرسة الإدارة الرياضية التاريخية في مصر عشان كده